هنتكلم في الفيديو ده عن الهول ويزارد وبستخدم التول دي عشان اعمل الهول في السولد موديل بتاعي بنقدر نوصل للتول دي عن طريق التاب الخاصة بالفيتشارز الهول ويزارد تعالوا نضوس كليك كده على الايكون دي ونشوف البرابرتيز اللي تلعت لنا اول حاجة في الهول سبيسيكيشن بان نقابلها هي الهول طيب عندنا اكتر من نوع نقدر نصمم به الهول بتاعتنا سواء كانت كاونتر بور كاونتر سانك او ستاندرد هول خلينا نبدأ دلوقتي نصمم ستاندرد هول بسيطة ونشوف نقدر نصمم ستاندرد هول ازاي خطوة بخطوة اول حاجة حددنا الطيب بتاعنا وهو انه يكون هول نختار الستاندرد اللي هنستخدمه وليكن انسيمتريك والطيب دريل سايز خلي السايز بتاعنا تمانية الفاي بتمانية هنخلي الاسبيسيكيشن بالشكل اللي احنا هشايفينه وبعد كده هندخل على التاب التانية الخاصة بالبوزيشنينج للهول وزارد اول ما بندوس عليها بيبدأ يقولك حددلي الفيس اللي انت عايز تعمل عليه الهول وزارد وليكن مثلا هيكون الفيس ده بيبدأ يحدد الفيس ده نورمل تو عشان يقدر يخليك تشوف انت عايز تحط الهول وزارد فين هنعلم على الارك بتاع السيركل عشان يبين لنا المركز بتاع الدايرة دي وهننزل تحت كده عند السنتر وندوس كليك عشان نبدأ نحط اول هول بالشكل اللي احنا شايفينه ده بعد ما حددنا مكان الهول ندوس اوكي عشان نشوف مع بعض الهول هيبقى شكله عامل ازاي دي كده شكل الهول بتاعتنا بتقدر كمان تحط الهول بتاعتك على أمبلانر فيس زي السلندر كالفيس اللي موجود قدامنا ده دلوقتي ممكن نعمل نفس الكلام بالزبط بنختار الايكون الخاصة بالهول وزارد الهول ونحدد نفس البرابرتيز اللي اخترناها قبل كده ونيجي عند البوزيشنز نختار الفيس ده وبعد كده نحط الهول بتاعتنا في المكان اللي احنا شايفينه مناسب وليكن المكان ده مثلا لو احنا موافقين على المكان ده بنبدأ ندوس اوكي مش موافق بتبدأ تضيف بعض الريليشن والديمينشن اللي تحدد المكان بالزرد ممكن تخلي الفيس ده كده نورمل تو وتبدأ تضيف اي ريليشن او ديمينشن هتساعدك ان انت تحدد مكان الهول بالزبط ممكن نخلي النقطة دي مع النقطة دي انا موافق على الوضع ده وتعالوا ندوس اوكي على الوضع ده كده ونشوف الهول شكلها بقى عامل ازاي عشان يعمل كريات للهول بتاعتنا بالشكل ده اشتركوا في القناة